صدمة للمصريين كم ستدفع ضريبة الدخل بعد الزيادة الجديدة بيحاول كتير من الناس يفهموا ازاي يحسبوا ضريبة الدخل على رواتبهم بعد الزيادة اللي اقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي عشان يخفف عليهم بالنسبة لحساب ضريبة الدخل موقع صدى البلد بيقدم طريقة حساب ضريبة الدخل على الراتب بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي وجاءت كالتالي مرتبات الموظفين 2024 حد الاعفاء الضريبي 60 ألف جنيه صافي الدخل لو 100 ألف جنيه هنشيل منها 60 ألف جنيه هيبقى صافي الدخل 40 ألف جنيه وهناخد بقى على 40 ألف جنيه دي الضريبة بالنسبة للشريحة الأولى بتقدر قيمة الاستقطاع من الدخل السنوي ب10% وكذلك الشهري ويمكن حسابها وفقا لقيمة المرتب الشهري أو الدخل السنوي للموظف والشريحة التانية نفس الكلام ولكن 20% الشريحة التالتة 22.5% والشريحة الرابعة بتقدر قيمة الاستقطاع من الدخل السنوي ب25% وطبعا يقفى كل من دخله 60 ألف جنيه سنويا وأقل أو لا يتخطى 60 ألف جنيه لو حضرتك إجمالي الدخل 60 ألف جنيه تتعصل عليه كموظف حوايا كان وظفتك إيه؟ 60 ألف جنيه أرباح صفية مع فيه تماما من الضرائب ترجمة نانسي قنقر